الانتصارات القلعة الحمراء واصل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهاء دور عبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بانتصار إيابا على مازيب دين كرغولي بثلاثة أهداف دون رد سيواجه النادي الأهلي فريق التراجي التونسي في الدور النهائي للبطولة وذلك بعد تخطي الفريق التونسي فريق ساندعونز الجنوب إفريقي التاريخ لا ينسى صانعيه والنادي الأهلي يصعب المهمة على جميع أندية القارة الإفريقية سواء بمنافسته على أرض الميدان أو بتحقيق أرقام قياسية أسطورية ربما لن تتكرر في المستقبل المنظور النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بدور أبطال إفريقيا برصيد أحد عشر لقبا كتب سطرا جديدا في تاريخ بطولة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما نجح في التأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي وللمرة السابعة عشرة في تاريخ النادي تمكن المارض الأحمر من حجز تذكرة العبور للنهائي الإفريقي بعد الفوز الكبير في إياب نصف النهائي على فريق مازنب الكنغولي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاذ القاهرة الدولي أمام أكثر من خمسين ألف مشجع وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ثلاثية الأهل حملت توقيع كل من محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق ليضرب النادي الأهل نادي القرن إفريقي موعدا مع الترجي التونسي في نهائي دور الأبطال وذلك بعد صعود الفريق التونسي عقب الفوز على فريق صنداونزا الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي ومن المقرر أن يلعب النادي الأهل مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي في الثامن عشر من مايو المقبل على ملعب حماد العقربي في رادس فيما ستقام موقعة الإياب والتتويق في الخامس والشرين من مايو على استاذ القاهرة الدولي وتأمل جماهير القرعة الحمراء في إحراز بطولتها القرية المحببة للمرة الثانية عشرة في تاريخ عملاق القارة الصمراء